استهل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة الأسبوعية بالإشارة إلى زيارة رئيس عبد الفتاح السيسي لدولة قطر والتي تعد الأولى من نوعها وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الزيارة تستهدف تعزيز ودعم أتر التعاون الثنائية المشتركة في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين فضلا عن التشاور والتنصيق فيما يتعلق بمختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة كما كشف رئيس الوزراء عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقد مؤتمر اقتصادي بحيث تستمع خلالها الحكومة للآراء الخبراء والمختصين في هذا الشأن مشيرا إلى أنه تم بالفعل البدء في الأعداد لهذا المؤتمر وما ستتضمنه جلساته من موضوعات مختلفة دعما للاقتصاد المصري بمختلف القطاعات لافتا إلى ما يتم من تنسيق مع الوزراء المعنيين ومختلف الجهات المعنية شكرا 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 شكرا